بسم الله الرحمن الرحيم أول محاضرة إن شاء الله في مادة الهيستولوجي رح نحكي شو هو الهيستولوجي وشو هي طرق دراسته رح نحكي عن طرق تحضير النسيج وكيف نشوفه تحت الماكروسكوب شو هي التقنيات المستخدمة في دراسة الخلايا والأنسجة هزا كلمة هيستولوجي اللي هي علم الأنسجة مكونة من قسمين هيستو والوجي هيستو كلوث والوجي استادي دي دراسة أو علم هستولوجي is the study of tissues of the body and how these tissues are arranged to constitute organs رح ندرس شو هي الأنسجة وكيف هاي الأنسجة تترتب مع بعض عشان تعطيني organs هزا لو جينا لهاد الترتيب رح نعرف إن التشرب تتتكون مع بعض عشان تعطيني organs هزا أصغر إشي اللي هو الذرة أتم الذرات مع بعض تعطيني موليكيول الموليكيول مع بعض تعطيني ماكرو موليكيول الموليكيول مع بعض تعطيني organs والأوينغانلز تعطيني سل والسلز مع بعض بيكونوني تيشيو وتيشيو هاد مع التشيوز مجموعة الأنسجة يعني بتعطيني organs والأوينغانز بتكون لي system والسيستم بيكونني الإوينغانلز اللي هو الكائن الحي طبعا هاي الأنسجة احنا ما نقلق نشوفها بالعين المجردة فبدنا أداة تكبير اللي هي المايكروسكوب هون ما حكينا شغلة لما حكينا عن histو اللي هي cloth هذا شو أول اشي بيغطينا الجسم الكائن الحي اللي هو الجلد من أهم مكونات الاسكن أو الاشي اللي يعطيني الاسكن نسيج اسمه الابثيريا تيشو هذا الابثيريا تيشو كثير مهم للسكن ومن أهم الانسجات اللي ان شاء الله نحن ندخسها بهذا الكورس الهيستوروجي هي المايكروسكوبك اناتومي المايكروسكوبك اناتومي يعني هو تشريح لنستخدم المايكروسكوب عشان نشوف التشوز والخلايا سننجد ندرس النورمال تشو لم ندرس النورمال تشو؟ حس ان شاء الله لقدم ناخذ معده اسمها البثولوجي اللي هي علم الأمراض عشان نعرف الأمراض ناخذ التشو اللي في المرض ونقارنه بنورمال تشو حس احنا بالهستولوجي ناخذ النورمال تشو عشان بعدين نقارنه بالأبنورمال تشو اللي ناخذ بالبثولوجي فالهيستوروجي نستخدم المايكروسكوب عشان ندرس النورمال تشوز ماذا نعرف؟ نعرف الستركتور نعرف الشيب نعرف الفنكشن هسه لو ايجينا للمكونات التشوز هز اي نسيج من الجسم بجو يتكون من شغلتين من سيلز وإكسترسراج ماتنكس اللي هو الاسي عم السيلز اللي هي الخلايا والإكسترسراج ماتنكس هو المكان اللي بين الخلايا بين خلوي السيلز بشتركوا بشغلتين الامبريونيك والفنكشن لهم نفس الوظيفة ولهم نفس الأصل الجيني الأصل الجيني يعني هسه لما يتكون عند الجنين المراحل الأولى اللي هي المراحل الجنينية الأولى رح تتكون الخلايا هاي وتكون لي تشو معين فالنسيج بشترك بال أصل الجيني وشترك بالوظيفة والسيلز هاي بتكون لي الإكسترسراج ماتنكس شو هو الإكسترسراج ماتنكس؟ الإكسترسراج ماتنكس اللوح نفصل لها إكسترام معناها خارجي معناها خلوي وماتنكس بالحشوة مى ، walcontin ch who caníll الماء كالكولاجين يدعم للسكن يجعله متلاصق بعض هيكل يعني هذا هو بنقلي المواد الغذائية للخلايا وبطلع لي الواست من هاي الجزء والخلايا لو ايجينا نحكي عن types of tissue في عندي nervous tissue في عندي muscle tissue في عندي الابثيريال tissue في عندي connective tissue nervous tissue يكوني البرين spinal cord والنيربس المسل tissue لهما الترث انواع الكاردياك والسكريتل الابثيريال tissue وين بلاقي بالانترنال سيكفيسس والسكن كيف يعني يعني هسا بعملي لائنينج للهولو اوينجنز يعني الاشياء اللي فيها تجويف الاشياء البلد فيسلز يعني هو بيغلف لي اياها ببطنها يعني الاسكن اللي هي وظيفته هون كوفيرينج يعني الابثيريال بيغلف للجسم يعني بعمله كوفيرينج بالارش بالسكن الكونكتف tissue عادة بمبطل بين نسيجيا يعني بيكون في عندي هون tissue هون في عندي تشو هون بمبطل بينهم الكونكتف tissue زي اير زي الفات والبون والتندون يعني هاي السلايد زي other view ان شاء الله رح تتفصل لقدام هسا المعلمات اللي بهاي السلايد ان شاء الله رح تتفصلوا فيها بمادة الاناتومي احسا في عنا اشي اسمه zygote zygote اللي هي الfertilized egg الfertilized egg بصير لها عمليات انقسام ونمو لتعطيني اشي تكون لمرحلة من المراحة اللي يكون عندي اشي اسمه gastrulation هي مرحلة بيكون في عندي فيها ثري germ layers تمام الثري germ layers اللي هي الاكتو ديرم والميزو ديرم والاندو ديرم هسا من هاي الجاي الثري germ layers رح تنشأ عندي كل الانسجة بالجسم اللي هم الابيثيليا الكونكتف المسل والنيرم يعني هذول الثري germ layers رح يكونوا لي هذول التشوز هسا الابيثيليا الالتشو مكونة من all the germ layers يعني اي جرم layer من هذول بكتر انه يعملي ابيثيليا الالتشو بس شو لازم نتبه لشغلة انه لكل specific organ في عندي specific جرم layer يعني هسا عندي مثلا الكدني الكدني مكونة من ميزو ديرم الاسكن طبقة البشر يعني هي الابيثيليا الاسكن مكونة من اكتو ديرم الانتستان اللي هي الامعاء سواء كانت small او large مكونة من انتو ديرم يعني لكل عضو الى واحدة يعني ما بصير انه مثلا احكي والله الكدني مثلا مكونة من ميزو ديرم و اكتو ديرم لا لا لكل specific organ فيه له جرم layer كليكتف تيشو مكونة من ميزو ديرم المسل مكونة من ميزو ديرم و النير مكونة من اكتو ديرم هسا هون بدنا نحكي عن طرق تحضير النسيج عشان ندرسه تحت المايكروسكوب هون بحكير في عندي الليفر هكي احنا بنشوفه بالعين المجردة هون احنا بنشوفه تحت light مايكروسكوب هسا كيف انا بدي احضر النسيج بالبرنفين سكشن بيربانيشن البرنفين اللي هو مادة شمعية زي الواكس كيف انا بدي احضر النسيج من خلاله اول اشي انا بدي اجيب التشو واقطعه بقطع مش اسمك من واحد سنتيمتر ليش انا بدي اقطعه بسمك اقل من واحد سنتيمتر عشان انا بدي احط عليه مادة اسمها فكسيتف و بدي اخلي هاي الفكسيتف تخترق لي هذا التشو طب شو هي الفكسيتف شو فائدتها الفكسيتف هي محاليل بتساعد انه النسيج هاد يظل محفوظ و زي كأنه موجود بالجسم و يمنع النسيج هاد من التحلل بفعل البكتينيا بفعل انزيمات موجودة بالنسيج الى اخرين بحكيه لي انه الفكسيتف له انواع في عندي زي الفاير ملين والغلتر انديهايد الفاير ملين بستعمله بالليت ميكروسكوب والغلتر انديهايد بستعمله بالالكتر ميكروسكوب حكينا الفائدة منه انه بمنع لي بحفظي النسيج من انه يتحلل بيخليه محفوظ بيخلي النسيج محفوظ زي كأنه تقيبا موجود بالجسمي طبعا هاي العملية الفكسيشن عادة بدها 24 ساعة على الاقل اوكي هسا وصلنا الى عملية البروسسنج عملية البروسسنج اول اشي بدي افهم منها انه انا هدفي احول التشيو اللي عندي من صوف تشيو لهارن تشيو واحطه بمحلول كحولي بدي احطه بالاثنول تمام هاسا مثلا اول اشي جبت التشيو حطيته بكنتينر هذا الجهاز في عدة كنتينر كل كنتينر بعمل لي خطوة من خطوات البروسسنج حكينا بدي اشتيل المي باني احط هذا النسيج بمحلول ايثانول تمام هاسا حطيته اول باول كنتينر كان مثلا تنقيز الايثانول فيه 25% انا تديجيا تديجيا بدي ازيد نسبة الايثانول بالكنتينر يعني اول اشي حطينا 25% النسيج بي 25% ايثانول بعدين بدي اجيب النسيج احطه ب50% بعدين مثلا على سبيب المثال بدي احطه ب75% بعدين لا حتى اوصل 100% ايثانول تمام هيك انا شلت المي من النسيج ليه طيب من اول ما حطيت النسيج بمحلول ايثانول 100% لانه بوساطه النسيج رح يتدمر رح يخرم بعد عملية الديهيدريشن انا بدي اعمل الكليرنج الكليرنج بيصير بمادة اسمها الزايلن شو هاي الزايلن؟ هي organic solvent بتكون متجانسة مع الخطوة اللي قبلها والخطوة اللي بعدها شو الخطوة اللي قبلها اللي هي الديهيدريشن يعني هي الزايلن هاي متجانسة مع الالكوحول اللي استخدمناه هون اللي هو الإيثانول وكمان هاي الزايلن متجانسة مع البرنفين اللي رح نستعمله بالخطوة اللي بعد هذا الانفلتريشن رح اجيب النسيج اللي انا جهزت قبل شوي شو رح اعمل رح اخليه ينغمس او انه يتشبه بالبرنفين و رح احابط فيه كمان البرنفين وارس و اعمله بدي اصهره على درجة حرارة 52-60 درجة سيليسيوس يعني درجة حرارة عالية و احط فيه التشو بعدين بدي ابرده لما ابرده رح يصير صلب و متماسك عشان انا اقدر اعمله سكشننج يعني لدرجة انه بقدر اقطعه بحافة يعني حادة زي سكين او وش زي هيك هاي الخطوة بتصير بجهاز اسمه Automated To Show Processor هسه بعد البروسيسنج في عنا عملية الامبيدنج الامبيدنج انه انا بدي اجيب النسيج اللي انا جهاز طلبه شوي و اعمله ببلوك هاد الهدف منها انه اعمله ببلوك يعني اخليه صير عندي زي قطعه صلبه حشان انا اقدر اقطعه بشو وظيفته بعملي external support بصير بجهاز اسمه الامبيدنج ماشين من اسمه بعد ما اعملت هاد البلوك انا بدي اجيب واقطعه بعمله سكشننج بجهاز اسمه المايكروتوم بقطعه لاشرائح تتراوح سمكه ما بين واحد لعشران مايكرو ميتر بعد ما قطعتها انا بدي اصبخها اما بجهاز او يدويا تمام؟ لابدي اصبخه عشان انا اقدر اشوف الديتيز بهذا التشيو موضوع الستيننج جدا مهم واللابات بتعتمد عليه رح ضلوا تسمعوا فيه لاخر الفصل اشهر الصبغات المستخدمة اللي هي الهيماتوكسلين والايوزن رح ضلوا تسمعوا فيهم لاخر الفصل هسه عندي صبغة قاعدية وصبغة حمضية هسه احنا بالكيميا بنعرف انه الاسد دايما بحبيتفاعل مع البيس الأيوسن هي صبغة حمضية يعني رح تتفاعل مع البيسيك كومبولننس تمام هزا الهيماتوكسلن رح تعطيني بلو او بينك بول كولر والأيوسن رح تعطيني ثقنت او بينك كولر الهيماتوكسلن اللي هي البيسيك داي قاعدية اللي حكيين رح تتفاعل مع الاسيديك كومبولننس البيسيك داي زي اكت ويذ اسيديك او انايونيك الانيونيك اللي هي الحمضية كومبولننس of the cell of cells and tissue components that carry a net negative charge يعني الانيونيك هي اصلا احنا بدلنا على اشي شو حنته سالبة فبحكيه لانه هي بتتفاعل مع هاي الصبغة القاعدية تتفاعل مع المكونات الحمضية اللي تحمل الشو حنته سالبة الاسيديك كومبولننس include the phosphate group اللي هي الفوسفات البي او فو البي او فو البي او ماينس 2 اتوقع الوفنيوكليك اسيد السلفاتي جروب زي الايكوسينامايد الكارينبوكسل جروب وفبروتين the ability of such acidic group to react with basic dye is called basophilic شو يعني هي بتحب تتفاعل مع الاشياء القاعدية البازو فيلك هاي الاسدك كومب بتحب تتفاعل مع الـ basic dye اللي هي الهيماتوكسل فما بما انها تحب هاي الاسدك كومب تحب تتفاعل مع الـ basic dye انا بسميها بازوفيليا او بازوفيلك مثل Aseic D and A and the glycosinamides تعطيني لون pink or blue الآيوثن الذي قمت بها هو Acidic Di وماذا قمت بها ستتفعله مع الأسواق jerk نحن أتشكرها كتاونيك يعني موجبت الشحنة groups that are in the cells and tissue particularly with ionized amino group of protein خصوصا مع الامينو groups اللي بالبروتين هنا الدكتورية بتهتم بإنه البروتين يعني The reaction of catharonic group with an acidic dye called acidophilia acidophilia أو acidophilic يعني catharonic group اللي هي the basic components of the cell بتحب تتفاعل مع الاسدك داي فأنا بسميها acidophilia بتحب الصبغة هاي الايوسين اللي هي الصبغات الصبغة الحمضية زي most of the proteins أغلب البروتين زي collagen fiber collagen fiber هو most abundant protein in our bodies اللي حكيان قبل شويرين موجود بالextracellular matings وزي كمان الميتوكندرية أنا بشوفها تحت المايكروسكوب بلون ديرت أو بينك هدول مهمين كثير للابات مش بس للنظر هسا نيجي لطريقة ثانية اللي هي الكريوسكشن أو الفروزن سكشن من اسمها بدي أعرف إنها تعتمد على البنودة أو التبنيد يعني هي عمليات تعتمد على التبنيد طريقة سريعة للميكروسكوب بكزامنشن خلال العمليات الجراحية هسا ليش أنا أستعمل الكريوسكشن بدل البرفن سكشن خلال لأنه أنا مش من المنطق خلال العملية أستخدم طريقة البرفن اللي فيها عملية فيكسيشن فيها برسسنج إلى آخرين اللي ستأخذ مني وقت كثير طويل أكثر من 24 ساعة فأنا الطريقة الأسرع إلي أني أستخدم الكريوسكشن هسا شو أهمية الكريوسكشن بتحافظ لي على الوظائف الأنزيمية والمناعية للتشير وتحافظ لي برد أو بقدر أستخدمها بالليبد سورياب الموليكولز أو للأشياء التي بتتأثر بدرجات الحرارة يعني أنا في عندي أشياء تتأثر بدرجات الحرارة ممكن أنها تفقد وظائفها عند درجات الحرارة معينة فأنا بستخدمها لهذه الشغلات وممكن هون دكتوريا تسأل أنه مثلا الليبد إيشو أستخدم له الكريوسكشن ولا البرفن فأنا بدي أعرف أنه أنا بستخدم له الكريوسكشن أو أنه أنا بدي أحافظ على الإنزائم والأميولوجيكال فنكشن بستخدم الكريوسكشن طيب بما أنها طريقة أسهل وأسرع ليش أنا ما أستخدمها دائما بدل البرفن لأنه بطريقة الكريوسكشن النسيج عندي لأنها تكون جودته ليست عالية مثل جودته لما أعمله بالبرفن فأنا لا أستطيع أن أستخدم الكريوسكشن في كل شيء اسم الأداة التي أستخدمها في الكريوسكشن هي الكريوسكشن هون رح نحكي عن اللايت ميكروسكوب وشو أقسامه وإنواعه اللايت ميكروسكوب depends on light tissue reaction يعني أنا بأسلطه على تشيب أشوفه من خلاله المكسيمال نزول في نقبوله حوالي 0.2 ميكرو میتر رح نحكي عن ثلاث أقسام للايت ميكروسكوب رح نحكي عن البيلات فيلد كونفنشن للايت ميكروسكوب بعطيني 2D image بس أعمل فيه الأردري light وبستعملوه من الستودانس وبين سيكترز بأبحاثهم في عندي الفلوريسانس لايت ميكروسكوب بعطيني برضه 2D image بس أعمل فيه اليو في لايت ومهم بالإميونوستروجيكال ستينينج نحن أخذ عنها كمان شوي الكونفوكل لايت ميكروسكوب هو شبيه بالفلوريسانس لايت ميكروسكوب بس برضه بستعمل فيه لازر تكنولوجي يعني أنا بستعمل فيه اليو في لايت وبستعمل فيه اللازر تكنولوجي بعطيني دقة أكبر وبعطيني 3D image الفيس كونتراست لايت ميكروسكوب بعطيني 2D image وبستعمل وانو أشوف فيه living cell يعني خلايا حية بتشيو كالشر مثلا بزراعة في ندي كمان ديفرينشل انترفيرانس لايت ميكروسكوب هذا موديفايد من الفيس كونتراست لايت ميكروسكوب بعطيني 3D image بهاي السلايد ورجعني كيف انا بشوف الأشياء تحت الانواع مايكروسكوب اللايت مايكروسكوب اللايت مايكروسكوب اللاي احكينا عنهم بدون كوي فينا الكونبينشل 2dy الفيس كونتراس لايت مايكروسكوب بعطيني tutajي في Card-convoc Alight-Microscope و differentially interference light microscope انا شايف في هذا الأبعاد FELICTROMICROSCOPE هو قوية تكبر let microscope مما يسمح لي انه ادعوس الأوين قن예요 اzas اifts تكون ذاتف من سؤال تستطيع ان اfindها في الالكتر müيكروسكوب Revelation الالكترين مايكروسكوب , ما اقدر انها للخلايا الالكترين مايكروسكوب لجميع نوع السكان الالكترين مايكروسكوب والشيكات السكان الالكترين مايكروسكوب نريد نجمع الجميل محطة في المغرب انا نريد شعاع أو حزن من الالكترين لنجد التجاهز الصيف разных الخلية وبتعطيني 3D Image. Resolving power لإلها 2.5 نانوميتر. Transmission electron microscope بدو broad beam of electron to create image of internal structure of the sample. بالTransmission electron microscope أنا بقدر أشوف التراكيب الداخلية بهذه العينة. وبتعطيني 2D Image. Resolving power لإلها 1 نانوميتر. رح نحكي عن تقنيات خاصة أنا مش دائما أستعملها. باستعملها عادةً بس للدراسات والأبحاث. لأن الطريقة الأساسية اللي إحنا منستعملها هي البراثن. لكن في حالات ممكن أستعمل هاي الSpecial Techniques. أول تقنيك رح نحكي عنه Autohadiography. A method of localizing newly synthesized macromolecules in cells or tissue sections. يعني هي طريقة من خلال أنا بعين في الأشياء وين تتصنع. أو بعد ما تصنعت وين رح تروح بالخلايا وكيف رح تتحرك وتطلع من هاي الخلايا. بال Autohadiography بنستعمل Radioactively labeled metabolites. هاي مواد أرضية مشعة. أنا بحقنها بالخلايا وبالنسيج. زي شو هي هاي metabolites nucleotides amino acids sugar. أنا بحقنها بالنسيج. عشان أشوف هاي المواد وين رح تروح جوه الخلايا. وكيف الأنسجة هاي بالخلايا رح تستعملها. هاي الطريقة بستعملها بشوفها تحت Light Microscope وال Transmission Electron Microscope. بستعملها لأشوف مثلا البراثن كيف ينتج وكيف يطلع من الخلايا ولوين يروح. بقدر كمان أدنس فيه الـ DNA بنفس الطريقة. التكنيك الثاني رح نحن نحكي عن الاميون هستوكميستري واللي معنوظ بالـ Antigen Antibody Reaction تمام. طريقة المبدأ الاميون هستوكميستري انه بيكون عندي لابلت انتيبادز بيكون عندي انتيبادز معلمة برنكبات معينة زي الفلوريسنت زي البنكسودايز بستخدم باللويت مايكروسكوب زي الكولد بارتيكيلز بستخدمها بالترانزميشن الكترون مايكروسكوب. بدو يحكي لي فائدة من فوائد الاميون هستوكميستري. انا بقدر اشخص الامراض زي الكانسر يعني انا في عندي مثلا انواع من الكانسر بتنتج البروتينات معينة فانا بستدل انه هون في عندي كانسر يعني يكون عندي نسبة هذا البروتينات بالجسل ابنورمال. فانا لما احدد اعلم هاي البروتينات اعمل لابلت انتيبادز احدد براتينات معينة ترتبط بنوع كانسر معين بشوف الاطباء انو عندي نسبة البروتينات هذا بالجسم ابنورمال فبستدلوا انه هون في عندي كانسر. مش بس انا بقدر اشخص الامراض زي الكانسر برضو بقدر افهرك بين انواع الكانسر. انا في عندي كثير انواع من الكانسر. فانا بقدر افهرك انو هاي اشنع الكانسر. الان كانسر برستحات كانسر الى اخر نهي. الانزيم استوكميستي انا بشوف فيها الانزيماتيك اكتيفتي use specific انزيماتيك اكتيفتي in lightly fixed or unfixed tissue sections to produce physical products in specific enzyme location by light microscope or transmission electron microscope. شو يعني? حس بحكي لي انو انا بدي اشوف الانزيماتيك اكتيفتي ب lightly fixed or unfixed tissue. انو ما بديكون في عندي fixation. اياتها اللي ما فيها fixation ? الا القريفين sectionion او the cryosection, cryosection لم يكن فيها fixative و fixation او هاي للقصص. واصلا الCrayosection كان مكتوب انو بحفظ لي على الوظائف الانزيمية. كان Cryosection tenes beckini maintain the enzyme and immunological function. بحفظ لي على الوظائف الانزيمية. انا بس تعمل بالنزيم باستعمل في نظام هستو كمستري باستعمل الكريوسيكشن ويضع الكريوسات بجهاز الكريوسات شو الأنزيمات اللي أنا بقدر أشوفها الفوسفاتيز، ديهارجوجيناز، البينكسيليز هاي أشهرين الأنزيمات يعني اللي بتندرس بحكيه لأنه أنا عادةً بستعمل هاي الانزام هستو كمستري بالميديكال لابس هون حطت لنا دكتوري مثال البيرنس بروشن بلو هذا الفحص بيخليني أشوف مخزون الحديد بالنسيج أو بالجسم وهو بس كمثال يعني هون بيحكيلي عن السل and tissue culture Life cells and tissues can be maintained and studied outside the body and culture in vitro It's observed by using face contrast light microscope أنا بقدر أخذ life cells and tissues وأروح أحطها بكلتور معين داخل المختبر وأشوفها بالface contrast light microscope حكينا هون أصلا بالface contrast light microscope إنه أنا بتكون عندي life cells تمام في عندنا مصطلح still line هو مصطلح يستخدم مجموعة من الخلايا بقدر أخليها بالمختبر لفترة طويلة population of cells that can be maintained in culture for an extended period لفترة زمنية طويلة أشهر مثال عليها أو أقدم كمان مثال أول مثال عليها اللي هو الهيلا cells الهيلا cells هاي من أول cell lines اللي أخذت من cervical carcinoma كان في عندي سرطان في عمق الرحم وأخذوا منه هاي cell lines وسموها الهيلا cells الهتف منها بشكل رئيسي تستدي molecular change that occur in cancer بدرس التغيرات اللي بتصير بالكانسر وعشان أحلل وأدرس الفيروسات اللي هي الفيروسات المعدية وهيك بتكون خلصة المحاضر إن شاء الله كانت محاضر خفيفة لطيفة ويعطيكم العافية خفيفة للعافية